عندما داهمت قوات مشات البحرية الأمريكية إحدى مناطق باكستان العام الماضي كانت النتيجة أكثر من مجرد قتل أسامة بن لادن فقد اختبأ زعيم تنظيم القاعدة السابق ومعه الآلاف من الوثائق والتسجيلات الصوتية وأشريطة الفيديو المحفوظة على أجهزة الكمبيوتر والأقراص الصلبة وأكثر من مائة جهاز آخر المحلل الأمني لدى CNN بيتر بيرغن قام شخصيا بفحص بعض البنود أثناء بحوثه لكتابه الأخير يظهر على بن لادن القلق من الغارات الجوية وينصح أحد أبنائه بالخروج من المناطق القبلية الباكستانية وبسبب قلة الأموال كان يتحدث مع زملائه عن عمليات الاختطاف التي كانت تلجأ إليها القاعدة كوسيلة لجمع الأموال وفي حين أن بعض الوثائق التي ضبطت في مايو أيار الماضي ستبقى سرية لأسباب أمنية فقد تم نشر 17 وثيقة أخرى عبر الإنترنت الخميس الماضي بوسطة مركز مكافحة الإرهاب في كلية وست بوينت العسكرية وفيها يتضح اتباع ابن لادن لمنهجية معينة كانت تقف وراء تكتيكاته الإرهابية بالإضافة للكشف عن بعض أهتف كان يطلب تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة والرئيس أوباما والجنرال ديفيد بيتريوس وقال إنه لا يهتم بمحاول القتل نائب الرئيس جوزيف بايدون مرة أخرى ووزير الدفاع روبرت جيتس والإميرال مايك مولين ودعا إلى ضرورة التركيز على هذين الرجلين المعلومات المستقات من كنوز من لادن الشخصية ممكن أن تساعد الحكومة الأمريكية للاستعداد بشكل أفضل داخل أراضيها وخارجها واستباق التهديدات الموجهة للولايات المتحدة